تطورات الأمنية الأخيرة في ترابلوس بمثابة العد العكسي لتحديد مصير خطوط التماس التقليدية في المدينة حيث النار ما زالت مشتعلة تحت الرمادة على الرغم من كل الخطط الأمنية المنفذة بنجاح حتى الساعة في التباني الغلايان على أشده والسبب حملة التوقفات على خلفية حالث إطلاق النار على ركاب حافلة من جبل محسن هناك الكل يتذرع بأن الأمن على التباني فقط فيما الجبل يحتضل منفذي تفجيرات ترابلوس ولا تطاله التوقفات إن تساهل الدولة وعدم قيامها بمسؤوليتها أودى إلى هذه الفوضى العارمة التي نراها ولا نرعاها في السياسة الوضع أقل تشنجاً اجتماع سياسي نيابي مصبوغ بزرقة المستقبل في منزل النائب محمد كبارة عرض الاعتداءات المتكررة التي تطال المواطنين العلويين استنكار الاعتداء الذي تطال المواطنين الآمنين ودعوة القوى الأمنية إلى كشف وملاحقة مرتكبيها وأكد والتأكيد على أن هذا الاعتداء غريب عن تاريخ وتقاليد وأخلاق وشيام أهالي مدينة ترابلوس ثانياً إن الجيش والقوى الأمنية هي ضمان أمن المواطنين وسلمهم الأهلي وأي اعتداء يطال أفرادها هو جزء أفرادها هو جزء من المؤامرة على أمن المدينة ترابلوس كانت أيضاً على طويلة بعبدة حيث عراد رئيس الجمهورية مشالي سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع في المدينة وانضم إلى الاجتماع وزير الداخلية مروان شاربل الذي أطلعهما على الواقع الميداني والإجراءات المتخذة لملاحقة مرتكبي حادث الحافلة وعلى خط الحادث استنكر حزب الله الاعتداء على العمال في ترابلوس ولفت في بيان إلى أن الجريمة رسالة خطرة جداً لكل اللبنانيين مطالباً السلطات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات المطلوبة ومعاقبة المجرمين للحيلول دون تكرار مثل هذه الجرائم وفي تطورات الشارع كشفت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتبيني أن الشخص الذي تم إطلاق النار عليه بالزهرية أمام محيط فرن المير منذ يومين هو مقاتل في الحزب العربي الديمقراطي وفي مواقع التواصل معلومات عن السلاح وكيفية استعماله والأخطاء التي تحدث عند الرماية ومنها عدم كتم النفس وإطالة زمن التنشين وميل السلاح لأحد الجانبين وفي الثقافة العسكرية أيضا التي تم التواصل بها الفارق بين أنواع الكلاشنكوف بين الأخمس الخشبي وهو الأفضل للقنص والأخمس الطي المعروف بالأخمس الحديدي